فضل دولة رئيس الوزراء بالله اوعد يا عبد بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس اولا اتقدم من سعادتك بالشكر على حصافتك وقدرتك في ادارة هذه الجلسات واتقدم بالشكر من اللجنة المالية رئيسا واعطاءا ومقررا على الجهد المبذول واتقدم ايضا بجزيل وافر الشكر للفضليات والافاضل لعطبات وعطاء مجلس النواب الموقر من كانت لديهم ملاحظات نقدية حول الموازنة ومن كان من المثنين على الموازنة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة التوصيات هي توصيات في جلها سنسعى بدأب على تحقيقها احتراما لقاعدة ان هناك شراكة في خدمة الوطن ما بين مجلس الوزراء والحكومة وهذا المجلس الموقر وايضا لحصافة الكثير من هذه التوصيات وسنستمر في ديدنا في هذه الحكومة باننا لن نعد الا بما نستطيع ان نقوم به فيما يتعلق بصندوق دعم الطالب اشرى سعادة النائب المحترم بلال المومني الى ضرورة ان نعود الى القائدة الذهبية تشريعيا في ان يكون تكون اوجه دعم هذا الصندوق ذاهبة باتجاه طالب المحتاج والفقير وتأسيسا على ذلك فان الحكومة ملتزمة بالعمل على اصدار تشريع يرتكز الى قاعدة ان الدعم يوجه للطلب المحتاجين في هذا الصدد وفي هذا الاساس شكرا لك وشكرا للمجلس شكرا لطواقم وزارة المالية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك ولكل من حضر معنا وللإعلام الذي غطى هذه الجلسات وأشكرا hindقstem شكرا ترفع الجلسة على نهاية الدكتور